النهاردة هنتكلم على توقاعة الفايدة بالنسبة لعام 2022 والعوامل اللي ممكن تؤدي لرفع الفايدة وامتى بالضبط ممكن ترتفع بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم و اهلا و سلام بكم في حلقة جديدة من الحلقات المصرفي و كل عام و حضراتكم بخير خلوني في البداية اقول لحضراتكم على اسم الفائس في سؤال الحلقة السابقة والسؤال كان لما بتيجي تحسب قدون الخزانة بتحسب عبادة 360, 364, 365 يوم والاجابة هي ان انت بتقسم على 365 يوم والاجابة الصحيحة كانت الاستاذ محمد فراج استذن حضراتك تتواصل معي عن طريق الماسنجر علشان نحدد انت الوقت اللي نقدر نتواصل فيه عن طريق الزوم واجاوب حضرتك على جميع استفساراتك وتساؤلاتك نيجي بقى الموضوع حلقة النهاردة وهو انتهاء العام 2021 واللي انعقد فيه 8 اجتماعات للجنة السياسية في البنك المركزي علشان تبحث موضوع الفايدة واللي قررت التثبيت على مستوى 8 اجتماعات دول عند مستوى الايداع للليلة الوحدة 8 وربع في المية والاقراض 9 وربع في المية والاقتمان والخصم عند 8 و75 في المية ده كان نتيجة ان التضخم في طوال العام كان ضمن مستقفات البنك المركزي اللي هي 7 في المية زائد او ناس 2 في المية لحد نهاية عام 2022 طيب ايه المتوقع ان هو يحصل في خلال العام 2022 وايه العوامل اللي ممكن تخلي المركزي يرفع الفايدة في الفترة القادمة اول حاجة طبعا هي معدلات التضخم التضخم لحد الوقت متوقع ان هو يبقى ضمن المستهدفات في خلال العام 2022 بس فيه تأثير ممكن يحصل نتيجة ارتفاع الاسعار السلع العالمية ده ممكن يوصله ان هو يطلع برا للمستهدف وقتها البنك المركزي هيتطلع ان هو يرفع معدلات الفايدة علشان كمان يحافظ على قيمة العملة او قيمة الجنيه امام العملات الاخرى الحاجة الثانية وهي ان الدول المتقدمة اتدت تتبع سياسة التشديد النقدي او رفع اسعار الفايدة علشان تقدر تواجه معدلات التضخم الغير مسبوقة بالنسبة لهم من فترات كبيرة وابتدت فعلا بريطانيا برفع معدلات الفايدة من 0.1% ل0.25% يعني بمقدار حوالي 0.15% وكان متوقع ان الفايدرالي الامريكي يبتدي يرفع معدلات الفايدة في النصف التاني من عام 2022 بس لما حصل ارتفاع كبير في معدلات الضخم التوقعات التالية تقول لا ده هو كده هيبقى على الربع بعد نهاية الربع الاول من عام 2022 فده ممكن يمثل ضغوط على استثمارات الاجانب في المحافظة المالية بتاعتهم في مصر اللي وصلت في اغسطس اللي فاتل 33 مليار دولار وقتها المركزي ممكن يرفع الفايدة علشان يحافظ على جذبية الاستثمار في ادوات الدين خصوصا ان احنا من اعلى معدلات الفايدة الحقيقية في العالم واللي وصلت لحد 2.65% بناء على اخر تقارير للتدخل المتوقع بناء على العوامل دي انه يتم رفع الفايدة في خلال عام 2022 ما بين 50 نقطة اساس و100 نقطة اساسي يعني ما بين 0.5% و1% بس هيبقى فيه حالة من التأني والتراقب من البنك المركزي في رفع الفايدة يعني مش هينفع ان هو يرفعها ولسه معدلات التدخم ضمن المستهتفات او ان لسه العمل التاني ورفع الفايدة على مستوى العالم لو ما حصلش مش هيقدر ان يعمل الحركة دي علشان ما يوصلش الموضوع لركوط تدخمي وان رفع الفايدة بدون دعي فيبقى في حالة من التراقب زي ما اتفقنا والتوقيت بتاع رفع الفايدة متوقع ان هو يبقى على البداية والربع التاني وبداية الربع التالي بس لو متحاور اوميكرون او فيه مستجدات حصلت على مستوى العالم في الاسواق العالمية ده ممكن يغير التوقيت بتاع رفع الفايدة او نسبتها وهنتامع مع بعض طبعا ان شاء الله في خلال الفترة القادمة جميع العوامل ومستجدات اللي بتحصل نيجي بقى نتكلم على سؤال حلقة النهاردة وهي ان لجنة السياسات في البنك المركزي بتجتمع كل اربع اسابيع ستة اسابيع تمن اسابيع علشان تبحث موضوع الفايدة منتظر في التعليقات اجابات حضراتكم على السؤال واي استفسارات خاصة بكم ودي كانت حلقة النهاردة من المصرفي يارب كوني ارتفتكم بالموضوع ده ومتنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يجيلكوا اشعارات الحلقات الجديدة ولو الحلقة عجبك تدوسوا لايك وتعملوا شير عشان الناس تقدر تستفيد واشوفكم على خير محمد رجل